لم تنضي سوى ساعات على إصدار تنظيم داعش لفيديو حرق جنديين أتراك حتى شنت الطائرات التركية غاراتها على مدينة الباب معلنة قتلها ل22 عنصرا من التنظيم واستهداف 51 موقعا له بالطائرات و143 آخر بالمدفعية الغارات التركية على مدينة الباب خلفت أيضا ضحايا مدنيين وصل عددهم لقرابة العشرين بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان أعتقد أن جرائم داعش لن تمر دون عقاب والقوات التركية سوف تستمر في القتال إلى جانب الجيش الحر حتى تحقيق الهدف المرجو من معركة درع الفرات وزير الخارجية التركية نعى مدينة حلب بعد اكتمال عملية التهجير القصري لأهلها موضحا أنها أضحت أثرا بعد عين وأن سوريا ليست مجرد حلب فيما أكدت الميليشيات الإيرانية وقوات الأسد المساندة لها استكمال سيطرتها على المدينة وسط تصريحات بوتينية عن قرب التوصل لوقف نار شامل وتأكيدات أن السيطرة على حلب مهمة لتحقيقه فيما أكد وزير دفاعه قتل خمسة وثلاثين ألف شخص عبر واحد وسبعين ألف غارة نفذتها طائرته المدن السورية التي كانت محررة تم تهجيرهم من أجل استبدال هؤلاء في مجموعات عرقية أخرى أو مجموعات طائفية التي نأتو من أفغانستان وباكستان ولبنان والعراق المبعوث الدولي لسوريا أعرب عن مخاوفه بأن تغدو إدلب ضحية تالية لحلب ما لم يغدو اتفاق وقف الأعمال القتالية أمرا واقعا فيما استمر الطيران الأسدي والروسي بأعماله القتالية لتطالك كل من تلبيسة بحمص ومنازل المدنيين بعين الفيجة مصدر المياه الرئيس لمدينة دمشق حلب باتت وحيدة دون سكانها وسط مخاوف دولية من أن تكون إدلب هي التالية فيما تعجز ذات الدول عن اتخاذ قرار يوقف الجريمة المستمرة في سوريا للقناة الإخبارية علي تباب هطاي